ومبروك خلصت خلص الأزمة اللي ملهاش الأزمة على ما يبدو أو اللي مكانش مفهوم أصلا ليه طلعت بالشكل ده من جانب اتحاد الكرة فيما يخص التعاقد مع روجيريو ميكالي المدير الفني لمنتخبنا الأولمبي عن رحلة جديدة ومهمة جديدة خلصت خلاص رسميا وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عبر خبر أرسل إلى الإعلاميين منذ قليل أنه تم الاتفاق على أن يتم التعاقد مع ميكالي لمدة أربع سنوات مقبلة ليتولى تدريب منتخب 2005 اللي مقبل على المشاركة إن شاء الله في أولمبياد لس أنجلس 2028 على أمل تحقيق حلم وطموحات المصريين بأن يتوج المنتخب بميداليا ليتم تأهيله من الآن لأربع سنوات على أعلى مستوى بحسب ما جاء في بيان اتحاد الكرة المصري سألنا وكيل مستر روجيريو ميكالي عن القصة وبالكلام هنا على كايو زيلر فكانت إجابته أنه دانديل حسم الاتفاق ميكالي يبقى في مصر حتى أولمبياد 2028 أما ميكالي نفسه بينما يقضي أجازته مع أسرته نشر منذ قليل عبر انستجرام هذه الرسالة الرسالة عبارة عن إيه؟ عبارة عن عرب مصر وقلب وإيد بتمضي خلاص معلنا بقاءه مع الكرة المصرية لأربع سنوات مقبلة كان فيه تراشق نسبياً حصل في الأيام اللي فاتت ما بين وكيل ميكالي وما بين اتحاد الكرة من خلال تصريحات خرجت من هنا وتصريحات خرجت من هنا رغم أنه تصريح الأساسي كان قاله معنا الكابتن عامر حسين أنه الاتفاق تم وأنه فقط بننتظر موافقة الوزير الدكتور أشرف صبحي باعتبار أنه ده عقد الاتحاد كرة أربع سنين بينما الاتحاد نفسه كمجلس إدارة مدته بتنتهي خلال الأشهر القليلة المقبلة طبعاً ده كمان بعد أيام من أن ميكالي كان جاي له عروض اتحاد الكرة بيقول يعني وأنه اتفق أو تفاوض مع أندية منها مثلاً الزمالك قبل ما الزمالك يستقر على بقاء جوزيجو ميز وديك ما لهاش أي لازمة أن يقحم اتحاد الكرة الزمالك فيها بشكل أو بآخر طيب ده بالنسبة للمنتخب الأولمبي النهاردة عالمياً كان عندنا متشات كتيرة جداً حول العالم وكانت أبرز المواجهات هي مواجهة القمة في الدوري الإنجليزي ما بين منشستر سيتي وأرسنل على ملعب الاتحاد وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي 2-2 بعدما رفض فريق بيب جورديولا أن يتلقى خسارته الأولى واللي كانت من شأنها أن تضع أرسنل في مقدمة الدوري لكن هدف متأخر جداً في الدهاء 97 بل 98 عن طريق اللاعب جوني ستونز أدرك به التعادل بنتيجة 2-2 البداية كانت عن طريق إيرلينج هالند اللي سجل الهدف الأول في الدهاء 9 بعد تمريرة حلوة جداً من العمق لعبها له اللاعب سافينيو نفس الطريقة اللي لعب بها أكرم توفيق بريح التمريرة كده اللي يحيى عطيته الله لكن المرة دي هالند هو اللي انفرد ولعبها في الزاوية الديقة لراية المتقلق جداً حارس مارما أرسنل لكن أرسنل عاد سريعاً رغم خطأ كالافيوري في الهدف ده نفسه بعد ما ضغط غلط على سافينيو اللي عمل التمريرة هو بنفسه اللي أدرك التعادل كالافيوري بعد التمريرة حلوة من على حدود منطقة الجزاء من مارتينيلي ولعبها من لمسة واحدة في الزاوية البعيدة لأدرسن حارس مارما منشستر سيتي اللي استقبل هدفاً ثانياً هذه المرة عن طريق اللاعب جابريال ماجالس ومن جديد من ضربة ركنية من جديد من كرة ثابتة كرة تلعب ويدخل يلعبها برأسية في الشباك وزي ما قلت لكم أرسنل هو الفريق الأكثر تحقيقاً للأهداف من كرات ثابتة منذ التعاقد مع متخصص للضربات السابتة في الجهاز المعاون لميكيل أرتيتا الذي استشاط غضباً في نهاية الشوت بسبب بطاقة صفراء ثانية تحولت إلى حمراء للاعبه الجناح تروسار بعدما اتهم عن طريق الحكم مايكل أوليبر بأنه قد أهضر الوقت بعد فاول ارتكبه هو بنفسه القصة كانت أن تروسار حصل على بطاقة صفراء في الشوت الأول تحديداً في الـ 34 بعدها بعشر دقائق دخل في التحام كده قوي شوية مع برناردو سيلفا وهي الكرة بتقع مضغوطين طبعاً الدنتيجة 2-1 فعايز يشتت الضغط فشطت كرة أمر متكرر شوية بعدما كانت طرد ديكلن رايس في ماتش برايتون وبرضو تغلبوا ساعتها يعني فقدوا التقدم لو تفتكروا ساعتها وبرضو كان أنه ساعتها زق الكرة زقة كده خفيفة راح يواخد إنذار والطرد نفس اللقطة واضح أنه تعليمات بقى في الدورة النجيزة أنه مفيش تهاون في فكرة إهضار الوقت لكنها ما حصلتش غير مع أرسنل وده اللي خلى أرتكبه يشد في شعره وهو قاعد وقاعد يتكلم مع الحاكم الرابع وقاعد يزعق وبصراحة أثرت جداً على مستوى أرسنل هذه البطاقة أنا بيني وبينكم أعاد تقول هو الإنذار ده على الزقة ولا على الشوطة لأن ولا دي تدعو الإنذار تاني ولا دي تدعو الإنذار تاني لكن عموما نخذ الإنذار تاني والطرد فالشوط التاني تحول الأمر تماماً إلى فريق يدافع ويشتت ونادراً ما بيحاول يبني وإلى فريق مستحوذ وبيحاول أن يشوط قدام دفاع من خطين عبارة عن ستة وتلات لعبين سواء من خلال ديكلان رايس أو من خلال توماس بارتي أو من خلال كاي هافرت أو لاحقاً جابريل جيسوس وقدام فريق بقى أعمال يباصي الكرة بيحاول أن يلاقي صغرة علشان يشوط منها سواء من خلال كوفازيتش بديل رودري اللي تصاب مبكراً في المباراة وأثر بقوة على مستوى منشستر سيتي على مستوى البناء أو كمان من خلال باقي اللعيبة وتحديداً جفارديول الوحيد اللي شات كرة وعدت الخط الدفاعي وجاءت بتصدي رائع لرايا لحد ما جاءت ديال أخيرة جريلتش بيلعب الكرة بالعرض وتتشاط الكرة عن طريق فودن فودن الكرة تتشتت توصل قدام ستونز أمام المرمأ الخالي فأدرك به التعدل في مباراة مسيرة جداً جورديولا بعد المباراة ليه؟ قال لك أن أرسنل كان بيدافع بعشرة لعبين وتعمد إضاعة الوقت بعد طرد تروسر وطبعاً كفيه أكتر من لقطة سقوط على الأرض للاعيبة أرسنل كانت لعيبة منشستر شدة قوي وتخنقوا حتى مرة أو مرتين بعد المباراة جيسوس وهالند أما الناحية التانية في ميكيل أرتيتا قال أنه فخور جداً بلاعبين وأنه حق معجزة قدام منشستر سيتي لكن أمر مقلق أنه يلعب مرتين بعشرة لعبين فقلقان جداً من مستوى التحكيم في الدور الإنجليز اترد منه اتنين في أول خمس متشات زي ما حضراتكم شفتوا النهاردة والأسبوع الماضي عالمياً برضو برشلونة يواصل نتائجه الرائعة على مستوى الدور الإسباني كسب النهاردة فيا ريال بنتيجة 5-1 خارج الديار ليباندوفسكي سجل هدفين وأهضر ضربة جزاء فيما سجل باو توري هدفاً ورافينيا سجل هدفين 5-1-18 نقطة من أصل 6 مباريات عالمياً برضو فشتوتجرت كسب النهاردة دورتموند 5-1 طبعاً دورتموند ما سرت وهذا الموسم غير مطمئنة على الإطلاق بيلعب أربع ماتشات مع سبع نقاط وشتوتجرت بقى نفس الرصيد بعد ما كسب النهاردة فيما يتصدر الجدول فريق باير ميونيخ بالعلامة الكاملة بـ 12 نقطة ورا باير لفركوسين اللي كسب أربعة النهاردة لكن وصل للنقطة رقم 9 طيب عموماً دي كانت أخبارنا أقول لكم بس سريعاً جداً لأنه مسؤولي الزمالك قالولنا أنه منتصف فبراير موعد مبدئي لتنفيذ فرع أكتوبر أعتقد أن المرة دي ده بحسب التأكيدات أكيدة يعني وأنه خلاص اتفق الزمالك مع الشركات وعرف أنه يعمل تصميمات وهيبدأ بالتالي بدء تنفيذ فرع أكتوبر المهم جداً لعلاج مشكلات مالية كثيرة بيعانيها الزمالك طبعاً ده فرع بتكلم عليه بقى لك سنين فإنه يوصل للمرحلة دي هي الأمل عند الزمالكوية وعند مجلس إدارة الزمالك في حاجتين منه وإحنا من قومة ولدت بسمع عنهم فرع أكتوبر بتاع الزمالك ده واستاذ الأهلي استاذ الأهلي تعمل عليه ست حفلات لغاية دلوقتي لتتشينه لكنه لم يبدأ حتى الآن وفيه كلام عن مؤتمر صحفي في شهر عشرة هيتعمل للإعلان عن تفاصيل جديدة عن استاذ الأهلي إمتى هيتعمل ما قاله الكابتن محمود الخطيب إنه ده حلم حياتي وإن من وانا ظاير ومش هيهدالي بال إلا لما أرى الحلم يتحقق عموماً ميلان كسب انتر ميلان وفي درب الغضب من شوية بنتيجة اتنين واحد رغم تقدم ميلان بوليسيتش تعادل دي ماركو وفي الدقائق الأخيرة سجل ماتيو جابية الهدف الثاني وهدف الفوز لميلان اللي عاد للانتصارات بعد السقوط على ملعبه أمام ليبر بول في الجولة الماضية ويحبط انتر ميلانو بعد ما عمل نتيجة كويسة أو يقدم من شستر سيتي في دوري أبطال أوروبا قبل أيام قليلة ضمن بطولة يتصدرها حالياً تورينو ترجمة نانسي قنقر